السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله نعم مع بعض الحجازية بطريقة سهلة جدا بأنجح طريقة وأحلى طعم عايز أقول لكم هيا مقرمشها بس مش نشفها وسكرها مزبوط جدا جدا شكلها وطعمها أحلى من الجهز عندها المقدير هنعمل النهاردة جماعة صنية صغيرة مقس 24 فده كده يعتبر نص المقدور هحتاج كوباية لربقة ديق أبيض وكوباية وربقة ديق سميد ونص كوباية زبدة على زيت ربقة كوباية سكر أبيض وربقة كوباية مية دافية هاجم بيها ومعلقة صغيرة خميرة فورية ونص المعلقة صغيرة بيكنج بودر في العجانة أو حتى بالإيد هحط السميد اللي هو ديق استمولينا السايب من غلاء إضافات وحط عليه الديق الأبيض ده ديق فاخر ومنخول كوباية لربقة على كوباية وربقة سميد وحط عليه هم معلقة صغيرة من الخميرة الفورية وكمان نص المعلقة صغيرة من بيكنج بودر والسكر ربقة كوباية وهقلب كويس اوي يبقى السمية كباية وربعي ودي القباية كباية لربع والخميرة والبينك بودر معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة وربع كباية السكر بعدين هبدأ انزل علاقة بالزبدة مع الزيت انا هنا عملت ميكس ربع كباية زبدة لرباك طبعا ممكن اي نوع وربع كباية زيت عفية هبدأ بقى كأنها بس كويس اوي ديق ده مع الزبدة والزيت بالشكل ده كده ممكن بالايد او حتى بمعلقة وبعدين هنزل علاقة المية الدفية تكون دفية احتاجت تلت كباية يعني انا الاصل ربع كباية بس ممكن تزدوده شوية هلحاست ما تكون عاجية طرية وملمومة ده كده او ربع كباية ونقلب ونشوف وصورة محتاجة شوية كمان نشفة شوية بتفرول فحط كمان يعني معلقة كبيرة وهرجع كمل عجن مش بعجنها خالص انا بس يدوبك بقلب مش بعجن اذا بصوا على الاقل سرعة ببزك بس كأنها ايدي بالزبط ادخل بس السميد والديق مع المية او اللبن عفية ممكن كمان يبقى لبن ده في بداية المية يعني زي ما انتو عايزين بصتوا كده عاملة ازاي بلمها وكده حطيت بالزبط ربع كباية مية وكمان مع لقتين كبار بصوا بك يا شكلها عاملة زيقوها طرية ومسكنة نفسها اهي بس مش مسكنة نفسها لاجنة ان هي عجنة اوي لأ هي بتصو بتكون برضو شايفية سميد كتير بتكون مفرولة شوية دي صنية اللي هاعمل فيها دي صنية مئاس 24 وده حد اقصى يعني المقدار ده اقصى حاجة 24 تكون بقى مسلا بايركت مستطيقة تكون مدورة حسب ما انتو عايزين ده هنتكده زيت او زبدة وهبدأ احط نص المقدار اللي عندي كده جوه الصنية وفرده كويس اوي وفردها سهل جدا بصوا كده عطوبة يتفرد معي بالشكل ده ممكن تخمروها الاول انا بصرحة بكست لعمل كده محبي يعني مضايب اسرع بفرد وعدين اخمر في الاخر خالص مرة واحدة بصوا كافة لتبش شاكل ده بس ممكن يكون رفيع شوية مش تميك اوي ونجيب اهي نعمل حشوة هحتاج للمقدار ده كوباية لربع من السميد وعليهم تلات معلق كبار ارفة وعليهم نص كوباية من السكر الابيض وهقلب كويس اوي وهجمعهم مع بعض يكونوا عاجية طرية باستخدام العصر الابيض او الشرباط الخفيف او حتى المية يبقى كوباية لربع سميد عليهم معلقتين كوبار او تلاتة ارفة حسب ما انتم عايزين تعمل ارفة قد ايه وعليهم كمان نص كوباية السكر وهبدأ دود هنا ده كده شرباط خفيف ويكون سخنة عادي مش هتفرق يعني سخنة او بيرد مش هتفرق خارص او عصر الابيض او حتى مية دافية ألمي بيها الحاجات دي وتكون معيها عاجينة مش عاجينة تكون معيه كده حاجة قدر نافردها تفعبين قصدي ازاي? هنشوف كمان دلوقتي ركلة اعمل ازاي مصر ركلة اعمل ازاي بقى? هي مش عاجينة بس تلممت ديها شكل بيزبط هو ده اللي انا عايزه بالزبط والقرفة ده ما انتم اختيالي ممكن انتم اقترت معالق كبار او معلقتين دي حاجة حسب رغبتك وحسب انتم عايزين طعمها يبكون قد ايه? وكما ممكن نحط معاهم كسرات بندق او مسلا عين جمل او سوداني او زبيب انا محططش حاجة خالص. هنا بقى هبدأ ان افرد الجزء التهم افرده بقى على ايه اما على مسلا لوح تقطيع فقدر ان انا يعايز افرده على حاجة اعرف ان اقلبها. مفرش سليكون او ورقة زبدة او كيز بلاستيك او ورقة فويل اي حاجة اعرف ان انا اقلب بها العجينة دي. هنا بقى احط الحشو على نص العجينة الاولاني. انا عامل حشو كتير ممكن تقلوه شوية استميت فيبقى الحشو كميته اقل. بس لاحن بقى يكون حشوها كتير ويكون حشوها في سكر كتير. فلو عايزين حشو يكون سكر واقل عجين والحاجات دي بمية بس من غير شربات خرص. كده خاص حطول بالشكل ده وبعدين محبطة بقى كده ان نحط على الجزء التاني من العجين. واي جزء هتلاقوا ان هو اه مسلا مش مزبوط نقدر ان احنا يزبطه. تمام شايفين ازاي اهو. بحطها كده بالشكل ده. بس هقطعها بقى كده. بش شكل بقى لحنا عايزين وعايزينه مسلا مسلسات كبيرة عايزو قطع صغيرة كيزا للكيك. عايزون جايب عيل شوية مسلا على الجنب كده حسن ما انتوا بقى عايزين. مهم انها كده هقطعها بالشكل انا عايزوه وبعدين هستم بتختمر معيه في مكان دافي. هي مش بتاعي لخالص اسناني الاختمار هي بس بترتاح شوية. انا نخمرها نص ساعة. نقي التخمير حجمها مش بيزيد. بس بترتاح شوية. طيب بعد ما نخمر هنعمل ايه? هنشغل الفرن. لو فرن غاز هنشغله من تحت بس على حرارة مية وتمانين لمدة نص ساعة. وبين شغل لها الشويدة. فانا يا جماعة اني بشغل الفرن كهرباء فبشغل الفوق مع الاحتماعها المروحة. فنفس الوقت يعني بشغل الاتنين معوضة في نفس الوقت. ممكن مسلا اتشلين ديئة كمستويقة خمسة وعشرين ديئة بالكتير. وده كده بعد ما خلصت معي وخارجت من الفرن. طب انا ممكن اقدمها كده يطارية جدا على فكرة مش بيكون ناشفة قوي يعني بيكون طارية تروى كويسة. او بقى عشان الم معها وديها سكر زيادة. ممكن احنا نروح دانينا كبتهنا من الشربات وبيكون خفيف مش تقيل زي كده. مش بيكون عسل كده ما انا عمل دلوقتي لا بيكون. اخفي من كلم كتير. مجرد بس نوية ديها سكر ويديها كمان تروى ويديها كمان آآ لمعة. فانا بصراحة مكنش محتاج كده بس اعمل كيه عشان اوريكو الشكل بتاعي يكون حلو. بس تكون متلمع كيف التصوير وفي الكاميرا يطلع شكلها حلو. عشان بس الفيديو لكن انا في اللي عادي بصراحة لما بأعملها بكتفي بالسكر اللي في العجينة وكمان اللي في الحشو. لو حبي انت زي ما قلت بجمع انت انكامل شربات يكون خفيف وبيكون بارد. مش سخن خارس بيكون شربات خفيف وبارد. زي ما قلت بيدي لامعة وتراوكة طبعا سكر اضافي سكر زيدي عن الفي العجينة. وبس كده. ده كده يا جماعة اشتاكني النهائي لها. حيز اقول لكم يا جماعة انها بجد والله كانت طعمها احلى بكتير كمان من الجهزة. وسكرها كان مظبوط من غير الشربات طبعا شو بس كانوا واضحين. السكر بتاع بيكون حلو من غير الشربات. وكانت طرية مش ناشفة قوي. وبجد بجد كانت طعمها احلى كمان بتاعتين محلة الجهاز ده. هتجربوها ان شاء الله وتأجيبكم. وده كان فيديو النهاردة. اشتركوا فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.